شاهدين من جديد طبعا شفنا التقرير وطبعا الأراء اختلفت الحقيقة ما بين مؤيد وما بين معارض ولكن أنا توقفت عند الرجل اللي بيقول ما فيش ده في الدين هل ده مش موجود في الدين يا شيخ حماده؟ بسم الله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ربنا سبحانه وتعالى بيّن الحقوق الأسرية والزوجية في القرآن الكريم وفيه صورة اسمها سورة النساء وهذه السورة ربنا سبحانه وتعالى قال فيها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني عطية وهذا الصداق هو المهر الواحد طبعا الشاب بيرحب السيدة الشام بيخبط على الباب يا عم فلان أنا طالب الأرب منك طالب إيد بنتك فلان خلاص بنقعد بيشوف الرؤية الشرعية وبيقعد طبعا يتأقلموا مع بعض واتفقوا مع بعض وقروا الفتحة وعملوا شبكة الصداق ده بين قسم القسماني والسيدة الشام منه العاجل ومنه الآجل حتى احنا طبعا في الصيغة بنقول إيه على الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله وآجله الصداق العاجل اللي هو الشبكة الهدائي اللي جابها والحاجات ديت طب الآجل طبعا هنعب أن اتفق هتتفق عليه يقول له يا ابني أنا طال أنا عايز مثلا 200 جرام عايز 300 جرام عايز كله دهب عايز خاتم كذا براحتك ده هو اللي بيطلب مهر البنته طب أنا عايز مليون جنيه براحته موكول ده مهر مش أي مبنى منه جاي لحضرتك منه جاي لحضرتك ربون قال إيه وإن آتيتم إحداهن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا الشرع محددش قيمة المهر قدي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على المنبر في الجمعة وحب يحدد مهور النساء بآخر مهر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم هيشوف آخر مهر الرسول دفعه وقدي إيه فإحنا هنمشي المهور بتاع النساء على هذا المنهج وهذا المنوال وإذ بمرأة من خلف السطارة في المسجد تنادي سيدنا عمر وتقول له يا ابن الخطاب أيعطينا الله وتمنعنا أنت سيدنا عمر وقف ساكت فقالت لها طب فين الدليل قالت له قول الله تعالى وإن آتيتم إحداهن كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا يبقى هنا ربنا قال قنطار ما قالش جرام ولا اثنين ولا عشر يبقى هنا ما فيش تحديد للمهور طيب بالنسبة للمهر إحنا طبعا هناخد مليون جنيه المليون جنيه ده اللي هو اللي بيطلبه بنجيب العاجل والآجل اللي هو في الأول وفي الآخر وبنكتبه في حاجة اسمها أيما اللي هو تعارف عليها هنا الشعب المصري الشرع ما بينكرش هذا ولا بيرفض هذا أي نعم هذا طبعا لم يحدده الشرع ولكن ده عرف والمعروف عرفا كالمشروط شرطا والعرف ده من مصادر التشريع المختلف عليها أنا عندي أربع مصادر لا يخلف الدين لا يخلف الدين بصة السودة شام أنا عندي مصادر التشريع الإسلامي أربعة القرآن والسنة والإجماع والقياس الإجماع أجمع المسلمون على شيء حسن يبقى هو حسن أجمع المسلمون على شيء سيء يبقى هو سيء لكن المصادر المختلف فيها اللي هو طبعا المصالح المرسلة قول الصحابي العرف هو ده العرف هل العرف هيتعارض مع نص مع الدين يبقى نرفضه كويس أننا مبدأين كده يعني فصلنا الأمر ويعرفنا هل هو حلال ولا حرام حاكلتين لده لا يتعارض أبدا مع الدين طيب